موسيقى 73 عاما انقضت على رحيل رائد الاقتصاد المصري ومؤسسه محمد طلعت حرب ذلك الرجل الذي نقل مصر من الاقتصاد الفردي الى اقتصاد الشركات المساهمة في الفترة بين عشرينيات واربعينيات القرن الماضي طلعت حرب ابن حي الجمالية طاف القرى والنجوع داعيا الى انشاء اول بنك مصري برؤوس اموال مصرية وبالفعل نجح في تأسيس بنك مصر عام 1920 بمبلغ قدره 180 الف جنيه ليصبح نقطة البداية لمرحلة الاصلاح الاقتصادية وخطوة على طريق الحرية من الاستعمار الانجليزي وكانت اول شركة قام بنك مصر بتأسيسها هي مطبعة مصر ثم شركة مصر للغزل والنسيق بالمحلة الكبرى ويعود الفضل لطلعة حرب في تمصير صناعة السينما فكان الحافز الاساسي الذي دفعه الى التفكير في انشاء استوديو مصري هو غلبة العناصر الاجنبية العاملة في هذا الحقل وهو يريد ان يكون مصريا من الالف الى الياء ولو على مراحل لم يكن طلعة حرب اقتصاديا كبيرا فحسب وانما كان اديبا بدأ حياته بتأليف الكتب كما اشتغل بالصحافة وكانت له خصومة فكرية مع قاسم امين ظهرت في كتابتهما حيث اصدر طلعة حرب كتابا بعنوان تربية المرأة والحجاب والذي كتبه ردا على كتاب تحرير المرأة منتقدا فيه رأي قاسم امين وفي عام 1941 توفيت العطب شحرب تاركا مراثا عظيما للمصريين جميعا وتاريخا يتحدث عن انجازاته بس انت ابراهيم ممكن اشتركوا في القناة